لكن استحضر في تلك اللحظة هي القضية الإنسانية والوجدانية الأصيلة التي يتمدع بها أبناء شعفنا العراقي كنت أبحث الحقيقة عن أقرب ممر أو أقرب مساحة منفذ أستطيع فيها أن أصل إلى الشارع العام لمحافظة دهوك الذي هو الآن حقيقة بالقرب من جامعة دهوك والقرب من مستشفى دهوك في هذه الأيثنا وكنت أسير خطواتي تتسارع الخطوات التي تتسارع لا أعلم ولكن فإذا بي أكون في أحد الأزقة والله يعلم ما أقوله وأشهد عليه ذلك ومعروف فوصلت إلى هذا الجانب وأنا لا أعلم لحد اللحظة هذه أين سأذب لكن قلت لك هذا الزقار سيوصلني إلى الشارع العام فإذا باللحظة التي أنا أفكر بها بهذه اللحظة فإذا من يناديني يناديني باللهجة الكردية الشعبية الطيبة كاكاياد كاكاياد ادخل كاكاياد ادخل أنا لا أعلم معي صوت هذا جاني وفي لحظات يعني لحظات حرجة جدا كانت فرفعت رأسي إلى الأعلى فإذا بي أرى شخصا في أحد سطوح المنزل وبيوت صغيرة يعني لا تكاد تكون مساحته أكثر من خمسين إلى سبعين إلى ثمانين متر فإذا أرى شخصا بزي كردين وشعبين ويناديني من هذا لا أعلم من هو لكن لظروف الحالية فهو نادس وأسرع فما أراه إلا أمام بيته فطلع والباب كان ليس باب صغير يعني بصوت يعني يعني بإيش يعني من حديد يعني يقرقع يقرقع فطلع عليه قال يدخل قال يدخل ندخل يا أث كاكا هو شعر ده يشعر بأنه دخلت دخلت إلى البيت دخلت البيت وأنا ما عايش كل ما يعني زي العسكري ومعاي شلاحي الشخصي ومعاي فعندما دخلت فإذا هو الرجل يحتضنني ويقول لي يعني ما معناه الحمد لله على السلامة كنت ألاحظ ذلك من بعيد من هو ما أعرف حتى لا أعلم من هو لا أعلم من هذا الشخص كل اللي أعلمه أنه هذا شخص يناديني دخلت إلى البيت أخذني إلى غرفة صغيرة مباشرة لحد لا أمدت حرفة منه ما أعرفت لحد الآن أنا دخلت أجلسني على منامه الخاص يعني في غرفته وتحدث معي قال لي ألا تعرفني يا أخيات يا كاكا والله يعني أنت تسألني في هذا الظرف أنا الآن والله بهذا الظروف ما يعني حتى جنابك كريم يعني آسف لا أعلم يعني ما أعرف بك والله ما أعرف بك في هذه اللحظة لماذا أقول لك الساعة العاشر ونصر نظرت إلى حائط الغرفة فإذا أرى الساعة فإذا الساعة تشير إلى العاشر والثلث صباحا صباحا سأرغي لك من أنا فروا لي القصة أو روا لي اللقاء الذي تم يوم 28 تسعة ثمانية وثمانين والحقيقة كان يعني يعني حقيقة في تلك اللحظات كانت لحظات إنسانية وجدانية موقف نبيل إنسان عراقي شريف في لحظة من اللحظات الجميلة التي لازلت أعيشها هذه تعبير حي بغض النظر أين كان آيات وفي أي دائرة كان يعمل وما هي وظيفتي لكن استحضر في تلك اللحظة هي القضية الإنسانية والوجدانية الأصيلة التي يتمتع بها أبناء شعفنا العراقي هذا الإنسان العراقي إنما عبر عن أصالته ونبله في ذلك الموقف هو نفس الشخص الذي رح جاب عمت من أربيل نفسه وليس حتى أنت في قال لي أنا أنا يعني الآن ارتحت قال لي ماذا يعني قال لي لي أنه فقط استطعت أن أجد لك منفذ أو نوع من الخلاص ولكن لأنني أوفيت الدين الذي في رقبتي تجاهك أنت عندما أطلقت صراح عمتي التي توفيت بعد أسبوع من مجيئها وفرت لي موقف إنساني فقلت الحمد لله الذي الآن أرد هذا الجميل ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة